موسيقى لكن يبقى السؤال الموجه ليه ليبربول بعدها اتغلب من اخر الدوري الانجليسي اه طبعا هو السبب في الهزيمة دي كلوب نفسه ليه؟ هو استهتر طبعا بالمباراة دي وكان مركز على دور الابطال وهو في قناع عنده كلوب حتى جوارديولا قال انا قناعتي بليبربول اكتر من قناعة كلوب بليبربول يعني ايماني هو وارديولا قال ايماني بليبربول وفرصه اكبر من ايمان وقناعة كلوب بالفريق بتاعه اه ده قبل الماتش؟ ده قبل الماتش وبعد الماتش يعني هو دايما بيأكد على الحتة دي اوكي اه فهو كلوب ما عندهوش ثقة انه هو هيناب بس هو متصدر هناك الدول برمان قطعا واخد ستة من نابولي اه لا مش مش دا مش دا مش دا مش دا مش دا اياكس اللي هو كان عامل اه مش عارف يعني تقريبا السنة القابل الفاتح اه كان اه كان ممكن يوصل النهائي اه وكان عنده فرقة اللي هي دلوقتي اللي هما اتباقوا يعني كلهم انت عارضوا اه بقوا هولندا مطبخ لاوروبا اه ايوا اه ايوا كان عنده فرقة اللي كان بيدربها اه كومان اه اه كان عنده فرقة لكن بس دا مش دا دا يعني أنا انا مصدوم صراحة بهزيمه المتتالية في اوروبا يعني لانني انا كنت اعيقص دا اسم عريقوه منه يوهان كرويف وجماعك الناس طبعاً يوهان كرايف من أعظم لعبة العالم آه لكن أنا برضو تعليقاً على هزيمة ليفربول أنا شايف أنه هو يعني برضو برضو زي ما بقول الأستاذ ربان التاريخ برضو لوتن جهان فورس ما هوش هو متزيل الدوري لكن اسم كبير في الدورة الإنجليزية هو نادي عريق يعتبر من أولاً دي بس أنا شخصياً مش مؤمن بحكاية العقدة دي لكن هي دي كرة الإنجليزية مفيش فروقات تقدر تقول ولا تضمن حاجة آه يعني بتلعب مع الأخير ويغلبك مهتوط النهام بعدها تغلب على ملعب لكن ما تقولش من كريستال بالس بعكس أنك أنت هنا بتحط النتيجة من قبليها يعني أنت لو قريناك جدول كده هنحط النتيج من دلوقتي طيب الليفربول هينهي في المركز الكام عشان هسجلها لك السنة في الدوري هل هيبقى في الأربعة الكبر طبعاً هيكون في الأربعة الكبر في الأربعة الكبر طب مين التلاتة التانيين التلاتة التانيين طبعاً طبعاً منشستر سيتي أرسنال أنا بتوقع أن منشستر سيتي هو اللي هيرجع للمركز الأول طيب وأرسنال هينزل تحت كوان هينزل تاني قولي الأربعة هو الأربعة منشستر سيتي أرسنال آآ ليبربول وممكن بقى فريق من شيلسي توتنهام أو تشيلسي واحد من لبنين لا أنا منشستر من سيتي آآ أول أولاً يعني هو هيطلع أرسنال وهيبقى الصراع بينهم يعني الأول والتاني أوكي توتنهام آآ يونايتد أنا أعتقد أن منشستر يونايتد إن شاء الله وفقه لأستاذ آيمن مش هيلعب إلا إذا فاز بالبطولة السنة دي إلا إذا فاز بالبطولة وده صعب بقى لا ما هو فاز بالبطولة برضو مش ما بيدخلش الحامل لقم لا بس النهاردة محمد صلاح جاب جون حلو قوي عمل جون هاي آآ طبعا آآ جميل بس هو قاله السيد ربضان مرة فأتقالك إنه الليفربول لما هيكسر يعني مش هيخسر قدام من سيتي آآ إنه عشان يعود آآ فطب ما هو يعني ضأ ياريته ما كان خسر آآ بأتقال لا هو 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 ورق كسب ورجع خسر لا واضح إنه هو مركز في دور الأبطال لأنه هو هو مش مؤمن بحظوظه في الدوري خالص آآ بس هيعمل كل مفهود بس لأ أكيد الرحة بتاعة تكسل العالم ديت آآ يعيد فيها أوراق طبعا أنا شايفت كسب دور الأبطال أقوى السنة نعم في منافسة قوية السنة لا بس إنت شفت شفت في فرق بتخرج فرق قوية جدا طبعا أكيد تتكلمت في دور الأبطال آآ بارسلونة خارج نارضا كان فيه دراما طبعا في مطش توتنهام طبعا تتكلمت عليها آآ دراما بتاعة توتنهام الكرة بتاعة الهدف الأخير اللي في آخر اللي في الثواني اللي باقي وقت بدل بدل الضاق هيا دي كرة ولا ضربة الجزاء بتاعة أتلتك ومدريد آآ دي ما حصل أنا ما شوفتش كرة زي دي خالص آآ آآ يعني الكرة تتصد الجونيوس والضاق آآ وبعدين ترجع في العرضة آآ وبعدين بعد ما ترجع من العرضة يشوتها وزميله آآ يعني اللي هو زميل بتاعة أتلتكو هو اللي يطلع بتاعة أتلتكو هو اللي يطلع آآ 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 هيدكو اتكلم عاي حد في الشارع اللوقتي في الدور الإنجليزي بالذات هيشرح لك أكتر ما انتعارف مش عاوز أقول لك إنه مهمة بتابقوا وممكن آآ آآ البطولات أوروبا يعني الدور الإنجليزي والدور الأسباني يعني بغض نظر عن دور أبطال أوروبا آآ زي أكتنه أكثر من الدور في ناس ما بتفرجش على الدور المصر بتفرج عليه لا هو دور الإنجليزي بالذات اعشان ليفر بول طبعا طب إنت ترتيبك بالنسبة للدوريات الأوروبية نمر واحد الدور الإنجليز رقم واحد في العالم الدوري السناء السناء دي يعني نقدر نقول اللي أنت بتتابعه يعني اللي أناеров بحريس عليه أنا يعني اللي أنا بحريس عليه الدور الإنجليزي يعني حتى حتى الدور الدورerk كان رقم واحد عندي قبل صلاح مايروح وبعد الدور الإنجليزي بقى الدور الاسباني. دول الاسباني. بعدين. والدول الالماني. واخيرا الفرنساوي. لا الفرنساوي ده انا ببشوش. جاي ما العاش. اه. زيه برضو. لان بس يعني امكن اه قبل صلاح كان كل اهتمام لك. طبعا هو الرينالد وميسي كانوا عاملين حالة في الدور الاسباني. اه اه. يعني مش عاوز اقول الاتنين خسروا لما خرجوا. اه. والدور الاسباني. خسر جامد. طبعا. طبعا. وجماهيريا. كله. كله. على مستوى العالم كله يعني. طبعا. لكن انا لو كنت انا مسؤول في الدور الاسباني. اه. لو انا رئيس الاتحاد او لجنة ربطة الانبياء. كنت هدفع لبرشلونة وريال مدريد. عشان يخلوا لاتنين. عشان يخلوا لاتنين. لان هم اللي كانوا عاملين. مع الوضع في الاعتبار ان الكريستيانو برضو كبر شوية. لا بس هو يعني هو السنة دي. يعني مسي مش باني على السن. سبحان الله. بس برضو الدور الفرنساوي اقل. انا 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 اتفرقت كان عندي بس حاجة يعني اتفرقت على حوالي ربع ساعة من المباراة. اه. عامل السيستي ممكن خمس ست مرات. اه. انفراضات. اه. وللأسف هم اللي بضيعه. اللاعبين اللي بضيعه. ايوه طبعا. طبعا. مش ممكن. يعني لا يعني. انا واحدة مع بابيل اللي راح بيها ورقص الجندة وبضوحة. ده حاجة يعني. ده حاجة ده خارجة. ولذلك جورديولا قالك ايه? قالك لما تحب تتناقش حط اه ميسي على طاولة الوحدة. وبعدين اي لعبة تانية عايز تعمل لها مقارنات حطها على طاولة تانية. يعني ميسي بحث الوحدة. انا 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 كابت ان انا قمت معك مرة هنا قمت معك مرة من فترة. اه. لما كان ميسي ده في عز مكدو. اه طبعا. انا قلت كلمة انا يعني انا 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 بحبش ميسي ده. مش بحبوش ككورة لا. اه اه. لانه هو من كوكب اخر يعني. كوكب اخر. مش من الكوكب بتاعنا. مش من البشر. لا. اه. هو من البشر بس. لا لا هو انا طبعا. كورويا يعني. يعني انا انا في الكورة عندي يعني هو اه اللي احنا عاصرناهم يعني اه طبعا اه يوان كرويف وبيلي ومرادونا. اه. لكن انا شايف انه ميسي اه لا. حاجة يعني. لا يقاعد. اه. يعني رغم الهالة اللي معمولة الهالند والكلام ده. اه. لكن لا طبعا. لا. لا. لن يوصل لعيب لما وصل لي. لحدش قرار با. بميسي امنا. بميسي انا. اخرى من العالم يعني. اصح. طي. نروح بقى للسوبر بتاعنا. اه. بداية ان شاء الله السوبر يمكنكم معاه. ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. ومباراة بإذن الله ومنتظرين تعليقك ومنتظرين تعليقك إن شاء الله طيب يعني مبدئيا حابب تقول إيه على الماتش ده هو حق يعني زي اللي كتبت في مقالي النهاردة آه قريتو أنا أنا بقول لدي يعني ياريت إن إحنا نخليها في الإطار بتاعها ده ماتش سوبر مباراة تعرضية استعرضية استعرضية هي مباراة تعرضية حد طبعا هيقول لي هو عشان بقى مش عارف إيه على لقب دي بطولة آه هو بطولة بس هي هو السوبر ده بيعتبر بداية موسم هو المفروض بيتلعب قبل بداية الموسم بيبقى حاجة استردية مدى موسم 21 زي زي السوبر بتاع الإنجليزي حد حس بالسوبر الإنجليزي لو كان بين ليفربول ومنشستر سيتم ده كان السوبر برضه ده يعتبر السوبر المحلي ليفربول كسب تمام وليفربول كسب يعني وماتش عدة ما كانش ليه هالة ولا ضجة ولا الكلام ده ماشي ماشي يعني أنا بتكلم ان هو مبرس لقب 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 يعني هو مبرس فلكن آه أنا بقول ان الظروف المطش ده أو الهالة اللي معمولة ليه عشان حكتين الحاجة الاولانية ان الاهلي ما خدش ألقاب السنة دي خالص آه وهو بيتشفشف على لقب آه أو بيتحسس لقب بيتنشع بيتنشع على لقب انت ولتاني بيتش ايه بي 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 شعبش عدد ايه عدد يعني هو بيتنشع على لقب صحيح خلاص هو عاوز بيتحسس طريق البطولات دي اهمية المباراة بالنسبة للأهل بالنسبة للزمالك هو عاوز يأكد عاوز يرسق عقد عند الآهل الزمالك قبل كده كان بيخاف بالأهلي دلوقتي الأهلي هو في الفترة الأخيرة دي ابتدى للأهلي خاف نعم فهو الزمالك عاوز يعني كسر لقب مرتين دوري وكاسر الزمالك عاوز يفوز عشان يعمل عقدة للأهلي تفضل معه فترة أطول يعني يرسخ يرسخ عقدة يعني هو بدليل طبعا الحتة بتاعت اللي طلعت الأزرق ومش الأزرق والجواب الكلام الفابريكة اللي حصلت دي فطبعا يعني عيب يعني عيب أولا احنا بنقول عيب ليه لأن ما نفعش أنت تفبرك كتاب رسمي وتقول ده سوشال ميديا لا يعني ما هو أنا عارف الجواب طالع منين بس مش هقول طبعا يعني ده طالع من جهة آه طبعا طالع من جهة طبعا لا والله طبعا بس مش هقول طبعا عشان من من نادي يعني الله أعلم يعني معلوماتي أنه هو فيك على الفترة لا لا هو فيه خطط بتتعامل وبتترسم وتتسوى والكلام ده كله يعني بدليل أن فيه مثل ناس مسؤولين أو نقاد محسوبين على آآ الفانيلا البيضة مثلا كل ما يطلع يطلع ليصور نفسه يقولك أنا مش عارف إيه لازرق ومش عارف إيه لازرق يعني ده كمعناه أن الموضوع خارج من جهة معينة ومترت أنا طبعا مش هندخل ونقول الجهة دي مين ولا مين لا ما أنت خلاص شاورت كده خلاص فإذا أنت دلوقتي إحنا مش حتت بقى إيه فهو ده عاوز وده حقك أن أنت تعمل بس في الإطار الرياضي الشريف المنافسة الشريفة نعم بدون بقى أخذ عبلات وكلام ومنشورات وشائعات وكلام ده كل ما تشكورة يعني أنت النهاية هو منافسة رياضية المفروض ناخدها بشرف وما ناخدهاش بقى بالصوت العالي وبالألوان وبالتشاؤم والتفاؤل والكلام اللي أنت حضرك عارفه ده إحنا بنقول في عقد تاريخية آه دي إحنا اعترفين بأن في عقد تاريخية في حظوظ آه في حظوظ بس بين الفئراتين ما فيش عقد تاريخية يعني ده كسب ده وده كسب ده لا أنت ما تقول الأهلي متفوق يعني الأهلي متفوق على الزمالك في الصوت في عدد المرات 11 مقابل 4 طبعا 11 مقابل 4 اتنين حتى الأهلي في مواجهات الزمالك 5 اتنين صح يعني أنت ده دي تعتبر فزي ما بقول كده عشان كده الزمالك عاوز يكسب عشان يرسخ عقدة أو عاوز يقلل العقدة بتاعت الأهلي أو يصدر له العقدة اللي هي عنده يصدرها للأهلي لا أنا أنا مش عاوز أسميها عقدة لأنه يعني هي منافسة زي ما بنقول والحظوظ الفرقين يعني متوفرة يعني نقدر نقول كل منهم لديه دوافع إنه هو يفوز باللقب لكن أنا اللي أنا عاوز أقوله إنه نحن المباراة دي يعني عودة عودة جديدة للكرة المصرية إنها تسيطر تاني وتعود إلى الأضواء في الوطن العربي صحيح يعني أنا بشكر دولة الإمارات والقائمين على تنظيم هذه المباراة وعلى اللي بقدموه بصراحة من مادة دسمة من أمس عن هذه المباراة ده ترويج ودعاية لمصر واللكرة المصرية لأنه مصر هي أول من أدخل الكرة العربية في المنطقة العربية وكان كل الوطن العربي بينتظر مباراة الأهل والزمالي صحيح فأنا شايف إنه مع عودة الصبر وإنه هو يتلعب في دولة الإمارات الشقيقة إنه إحنا بنرجع تاني وبنحولها إلى مهرجان وكرنفال وحاجة متعة متعة إخراجيا وتعليقيا وتصويرا الزخم اللي بيحصل بيها وجمهور وجمهور اللي بيملل إحنا عندنا ظروف عدد الجمهور لكن هناك الخمسة وعشرين ألف هتلقاهم خمسة وعشرين ألف محجوزين خلاص فأنا شايف إنها دي نستفيد بيها إنه إحنا نقدم مباراة بقى نقدم كرة بقى نقدم كرة نعبر عن نفسنا ونقول إنه الكرة المصرية رجعة وننسى بقى خلافاتنا والحاجات اللي إحنا بنشوفها على السوشال ميدان هنا خلينا نلعب كرة حقيقية ونقول إنه إحنا الكرة المصرية بتعود من جديد وبين المنافسة دي قمة الكرة المصرية الأهل والزمالك مش قمة الكرة المصرية ده بل قمة الكرة العربية والأفريقية ونشوف حاجة بديعة من اللاعبين داخل الملعب في الروح الرياضية في الاتزام بتعليمات التحكيم أو القرارات الحب آه يعني آه يبقى أمر مشرف على عندي تلمعب حاجة ما تسقش لينا حاجة تقول إنه إحنا يعني بعد كل هذا الزخم الجميل اللي أنا لم نعمله ما أتمناش إنه إحنا نخرج بقى وزي ما هي دائماً في كرة القدم لها وجهان أو في أي الرياضة والماتش ده بالذات ما كسبه خسارة وفيش تعارف ما فيش حاجة فيش حاجة اسمه يعني لازم الفائز يهن الخاسر يهن الفائز لأنه هي لازم تنتهي بفوز أحد الطرفين طيب وفقاً لأداء الفريقين سواء كل واحد فيهم لها ماتشين في أفريقيا وماتشين في الدوري شايف حظوظ أيهما أو مستوى أو إذا كان هناك نقاط ضعف أو قوة هنا أو هنا هي نقدر نقول للمباراة وفقاً للمستويات اللي تقدمت اللي أربعة ماتشات اللي تلعب سواء زمالك لعب ست ماتشات لعب أربعة والأهلي لعب أربعة تنين في الأبطال الأفريقيا واتنين في الدوري فنقدر نقول إن الأهلي يعني أجهز فنياً من الناحية الفنية يعني الأهلي أجهز من الناحية الفنية والناحية الجماعية والزمالك اكثر انضباطا في الناحة الخططية بمعنى ان الزمالك او بريرة بالتحديد بيعرف ازاي يفوز بالمطشط حتى لو هي مطشط كبيرة حتى لو ما كانش هو على المستوى اه هو مش في مستوى يعني هو الزمالك حاليا مش في مستوى المعروف اللي احنا نعرفه لكن هو بيقدر مع يعني هبوط مستوى الفرقة وخروج النجوم اللي خرجت دي كلها ومع ذلك ان هو بيقدر يفوز وبيقدر يتعامل مع المنافس بطريقة زكية وبحكمة يعني بخبرته طبعا الكبيرة فاني شايف ان لو احنا اتكلمنا على نقاط ضعف احنا طبعا في حصل اصابة بتاعة الوينش دي عملت ارتباك في خط دفاع الزمالك في المقابل حصلت اصابة ديانج ودي عملت ارتباك برضو في خط وسط الاهلي لدرجة انا مثلا شايف انا لو انا من مدرب الاهلي العب بتلاتة في خط الوسط العب بتلاتة مع ان هو المشاك كلها اربعة اتنين تلاتة هو بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد لكن انا شايف في المطش ده بزداده وفي ظل غياب ديانج لان انا يعني بشوف من حسب رؤيتي كده الفنية او حسب خبرتي ان عمر السلية مع حمد فتحي ما يقدروش يوجهه خط برغم ان خط وسط الزمالك في غيابات يعني في غيابات كبيرة ومش مكتمل لا هو معندهمش هو بس هو طري حمد مشي بس موجود امام حسنو لا وكان قابليه فرجان الساسي بس هو عنده عنده اللي يقدر يعوض يعني مثلا وكان بان شرق لا بان شرق كان قدام فهو يعني عشان يقدر بقى ان الاهل يواجه طبعا زيزو واجه امام عشور ويواجه بعد كده شكبالة فلازم يكون عنده الجزيري الجزيري طبعا فلازم يكون عنده خط وسط قوي لو هيعتمد على حمد فتح ده قليل وعايز تزود يعني مثلا انا ممكن نحط اكرم عبد المجيد اكرم توفيق اكرم توفيق ناحية اليمين ويبقى وراه برضو مثلا واحد زي محمد هاني مثلا محمد هاني او اسمه ايه ده كريم فؤاد يعني اما كريم فؤادي وراه اكرم توفيق او محمد هاني او العكس او كريم قدامه او كريم قدامه هو هو لعب كريم لعب كريم كجناح او كهوف يمين فهو عنده يعني البدائل في الحتة دي ممكن يحلها لكن يلعب بالاتنين بس اربعة ثلاثة واحد دي تتبقى تتمثله مشكلة برضو استاذ ايمن مين يتأثر اكتر بالهزيمة كولر ولا فريرة لا اجابة على سؤالك كولر اللي هيتأثر اكتر ليه لانه هو لسه بقدم نفسه لجمهور النادي الاهلي وعاوز يعمل حاجة فدي يعني دائما النادي الاهلي حتى هو قال ده في اخر مؤتمر صحفي ان انا من يوم ما جيت كل الناس بتسألنا على مطش الاهلي على مطش الزمالك هتعمل ايه فهي دي المباراة اللي جمهور الاهلي اللي هيقدر من خلالها يحكم على هذا المدرب ناجح او مش ناجح ما للأسف يعني يعني موسيماني لما جيه خدمته ان هو كسب الزمالك اول ما كان لسه جاي اه سواريش اول ما جيه خسر قدام الزمالك اه فالناس احنا احنا شعب اه اعطيحي لا فيه تشاؤم وتفاؤل اه والناس بتحسبها بهذا الشكل لكن فريرة لا ليه ليه تاريخ اه يعني عامل مع الزمالك قبل المرة الاولى ودي المرة التانية اه ولعب صور وخسر خسر صور اه لكن يعني عنده زي ما بقوله رصيد عنده جمهور اه عنده جمهور اه يعني مش هي المباراة اللي هتنقص من رصيده لكن انا اجابة على سؤال صور ربان قال لك انا شايف انه النادي الاهلي اجهز فنيا لا انا 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 شايف انه الزمالك اجهز فنيا عنده استقرار اه فني عنده اه لعب ست ماتشاط الزمالك الاهلي لعب اربعة لعب اربعة اه العناصر اللي في الزمالك متكملة اه الوينش هيقصر على الزمالك في الدفاع لكن عنده البديل لكن انا شايف الديانج في النادي الاهلي انا شايف انه ملهوش البديل اه حتى الان يعني انا شايف انه النادي الاهلي تأصله اكثر بغياب الديانج عن تأصل الزمالك بغياب الوينش والله باعتبر ان الزمالك عنده حسام عبد المجيد رجع له ايوه اه ما عنده البديل وعند الغاني موجود ومسطوطه موجود ممكن اه دول هيملوا الدفاع لكن انا شايف برضه الفرقات اللي اتكلم عليه صدردوان الخطوط اي وقال لك انه خطوا نص الاهلي مش هيقدر ده ده صح انه في تفوق عند عناصر النادي زمالك في سبات في اه حفظين بعض من اللعب المباركة لكن انت النهاردة اه المدرب جديد هتدخل عناصر لسه بتتفاهم مع بعض ملعبتش يعني في النادي الاهلي اه في النادي الاهلي مفيش هي زي ما نقوله التجانس وال والسمراري ومعدوش عناصر جديدة اللي كان حينيا بيدفع بفرونو صافيو بس لا انا بتكلم على وشادي حسين بزرق طريقة اللعب يعني مش متعودين على بعض زي الزمالك يعني الزمالك تقدر تقول حفظين بعض مفيش فيش عناصر وافع كلام ده سيد سيدوان لا انا انا عندي تحفظ في حتة اين الزمالك اه بدنيا كمان من زي الاهلي يعني تحس ان هو فايق بذنية والناحية طبعا المكاسب اللي عملها والفرق مثلا المنستيري اللي قابله فيه كان فريق قوي في حين ان الزمالك لم يقابل فرق قوية الا السيراميكا يعني السيراميكا كان الاختبار الجدي في الدوري في الدوري ده كان اختبار جدي وكان اختبار قوي وكان فيه توفيق كبير جدا للزمالك في مباراة سيراميكا الاخيرة دي وانا برضو يعني يعني لما قال احمد سامي ده ماتش سيراميكا طبعا اه لما قال احمد سامي ان فريرا محظوظ محظوظ شوية هو ما كانش يقصد يعني محظوظ على طول يعني هو كان بيقصد في المباراة دي فعلا لان كان اه يعني التوفيق كان مع الزمالك في المطش ده كتير يعني فهو كان خلينا نقول برضو التوفيق كان مع الاهل في مباراة اسوان لا الاهل كان متفوق على اسوان يعني بس اسوان ضيعت برضو يعني ضيع اه بس يعني الاهل كان متفوق والاهل ضيع بمعنسبة اسوان الاهل ضيع ضيع اه اه طبعا بمعنسبة اسوان برضو انا اه ما عجبنيش اه رئيس نادزة مالك لما جاب فيديو وعرضوا على ضربة الجزاء وجابها من اتجاه واحد او من لقطة محددة ماينفعش ان الرئيس نادي نادي كبير يجيب لقطة ويعلق عليها وانه هي لقطة غير معبرة عن الموقف ضربة الجزاء ضربة الجزاء غير معبرة عن الموقف هي جاية من اتجاه او كاميرا معينة مش جايبة الالتحام المباشر اللي حارس مرمى اسوان مع شادي حسين فاذا ماينفعش كمان رئيس النادي انه هو يعني يتكلم في موضوع زي كده يعني انت رئيس النادي تسيب بقى الفنين هم اللي يتكلموا في حاجة زي كده فدي دي بالنسبة فانا بقول ان الاهلي اجهز فنيا دي كرة دي بتكلم مع الكرة دي لا طبعا ضربة جزاء مليون المية اه لا هو اجاب لقطة كده او ممكن زاوية مختلف اه اجاب كدر غير معبر طبعا تماما عن عن اللعبة نفسها طبعا اقول لي ان هو ما ينفعش ان الرئيس النادي يقعد يجيب لقطة ويقعد يتكلم عليها في طيب استاذ ايمن اه توقعك خلينا نخش بقى في الايه في السؤال الايه صعب شوي توقعك المباراة دي الاول هتخلص في وقتها الاصلي ولا هنروح وقت اضافي ولا هنوصل لضربات ترجيح لا انا اعتقد انه هتمتير في وقتها الاصلي نتيجة ايه بقى قولي عشان هنسجل لا 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 توقع 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 انت قلت ان الاهلي اجهز لا انا انت قلت زمالك اجهز بما يعني لا انا انا بص المباراة دي لا تعترف يعني انت ممكن تبقى اجهز ومسيطر على المباراة وتخسر تخسر عادي يعني ملهاش حسابات لكن هتخلص في وقتها الاصلي هتخلص في وقتها الاصلي طب مين هيكسب بدون بدون منقول كم كم لا انا توقع لو انا بتكلم حسابيا على الورق انا شايف انه فرص الزمالك اكبر لكن هذه المباراة لا تنتهي طبعا انا عارفين ده بحط توقع لكن انا شايف انه النادي الاهلي زي ما قال الفصدر الدوافع عند النادي الاهلي وانه ما يخرجش خالي الوفاة زي ما بقوله بدون اي بطولة انها ممكن تكون الروح الروح عند النادي الاهلي هتكون اكبر او اكثر ممكن تغير النتيجة لكن انا عشان اقدر اقول مين اللي هيكسب بهذا الشكل لا انا شايف انها 50-50 انا برغب ان انا قلت 50-50 طبعا فانا بستند لبعض الامور واهمها ان الزمالك هيكون في ثقة زائدة حتى حد يقول لي لا ده هم هيعودوا ويحفظوا اللعيبة ولا وحيحذروا من الثقة زائدة ده بيبقى احساس بيبقى داخلي شعور داخلي ما تقدرش انت تغيره بكلام او بمحاضرة من نقطة ثقة دي جاية من انه هي يعني كسب الاهلي من نقطة طبعا انه هو كسب الاهلي وتعادل معها 2-2 وكانت الموقع ماتش بتاع التعادل ده 2-2 ده هو كان نقطة التحول في مصر الدرع وبعد كده كاس عن جدارة 2-0 فاللعيبة خدت ثقة وبطولتين دور مقاورة بعض وكاس وكلام ده كاس 2-1 مش تنساف كاس 2-1 اه فاذا الموضوع اللاعب المصري بالذات لاعب عاطفي هو هو انسان عاطفي فدايما على ما اتخرج منه اللي هي المشاعر بتاعته سواء بقى الثقة او سواء الخوف وبالتالي وبالتالي انا بشايف ان الاهلي هيبقى عنده دوافع قوية جدا ان هو يكسب الهورات وبالتالي وبالتالي انا اتوقع ارفوز الاهلي وتتوقع ارفوزها اوكي حوار اخر ولكن بعد الفاس حل طيب فيما يتعلق بتشكيل من وجهة نظر حضراتكم مش المتوقع يعني الافضل من وجهة نظركم بالنسبة للاهلي الاهلي انا شايف التشكيل اللي انا شايف ان هو ده يبدأ به الامثل من وجهة نظري الشناوي عرص المرمى قط الدفاع يمين كده اكرم توفيق محمد عبد المنعب محمود متولي علي معلول اه قدام في الوسط يلعب بتلاتة اوكي زي ما قلت انا في الاول تمام يلعب بكريم فؤاد عمر السلاية اه حمدي فتحي على الدايرة اه عمر السلاية اوكي تمام التلاتة اللي قدام امم بيرسي تو امم اه شاد حسين احمد عبدالقادر اوكي اوكي ده اللي انت شايف اللي العبين هو ده التشكيل طب المتوقع هل هو هيلعب بنفس التشكيل لا هو مش هيلعب بنفس التشكيل هيعمل ايه لا الكلر ما بياخدش عده لا انا بقى لا اما هو ممكن ماتش زي ده يعني هو ياخد برضو دي هو ما عندوش خبرة بمبارات القمة اه فممكن يقولك انا عاوز ممكن الجهاز المعاون ليه او الناس اللي هو اللي بيشتغله معه المعاونين بتوعه اه او المحللين اللي شغالين معاه يقولوا لا احنا عاوزين ندعم منطقة الوسط اه فهو ما يعمل زي الكلام اللي انا بقوله اه لكن لو هو مقتنع بقناعات ومؤمن بيها هيلعبزيه بتنبيه هيلعبزيه ما هو مش هيغير اه يعني اللي اتنين احنا قلنا حمدي فتحي والسولية قدامهم ثلاثة هيبقى طاهر مثلا هيبقى طاهر ومجد افشا واحمد عبدالقادر وقدامهم شدي حسين شدي حسين ده بالنسبة لازمالك برضو انا الزمالك اه لا يعني ده بظروفها كده يعني بظروفها لا انا شايف انه حضرتك انت ممكن من قبل ما ندخل انا بصدردان كنت انت بتقول التشكيل المتوقع انا متفق معاك اللي هو ايه بقى اللي هو اه عواد اه في حراس المرمى حسين عبدالغاني المسلوتي تلاتة اه انت قلت اه عمر جابر انا شايف انه لا انا اه عمر جابر انا شايف انه هيكون خارج خارج التشكيل خارج التشكيل خارج التشكيل ما معشور وروق اه اه وفي زيزو الوردي برضو هاي زيزو الوردي ورق جزير ورق جزير اه ايه اه ده التشكيل المتوقع اللي انا من وجهة نظري ده اللي هو ممكن جدا وده اللي اللي لعب به المطش الاخير واللي حضرتك انت تكلمت عليه بس انا اختلفت معاك في عمر جابر عمر جابر انا كنت شايف انه بيفسد هجمات الزمالك ما بيكملش يعني الكرة الاخيرة اللي بتطلع منه اللي هي المفروض بتروح على الصندوق ما بتروحش اللاعب من الزمالك دايما اه انا بختلف مع الاستاذ ايمن فدر فعمر جابر اه انا يعني اه عارف او متأكد ده توقع قلة لكن هو ممكن يلعب اه هو هيلعب بعمر جابر اه عمر جابر طبعا خبرة كبيرة ولعب مبارات القمة قبل كده اه نمار لعب اه مبارات القمة اخر مبارات قمة لكن عمر جابر له خبرات كبيرة جدا في القمة ثانيا عمر جابر من ناحية الدفاعية هيكون اقوى من من نمار من نمار اه اكيد هو عشان كده هيبدأ به اه هو هيبدأ به على فكرة ممكن وممكن يبدأ بنيمار يعني الاتنين وارد جدا يعني هو هو الراجل ده ما بيغمرش ما هو لعب بكده نمار كده لعب نمار لكان كان مجبر عليه يا كابتا اه لان كانش عنده نمار اصبت كان مجبر عليه اصبت وجوده اه بس هو لو هو ما عاوز يبدأ به كان بدأ به مطشات قبل كده اه لو هو اكيد اصلا كل واحد بيفكر في القمة دي اه اللي يقولك المدرب اللي يقولك انا لا انا بفكرش في القمة دي الا بعد ما ييجي معادها اه اقوله بيجذب اه لانه كل مدرب سواء كولر او سواء عينه على القمة عينه على القمة والمطشات الاخيرة او المطشين الاخرانين او المطش الاخير بالتحديد بيحط في الملاعب بتاعته سواء التشكيل او الخطة لان مش هيجي بفجأة كده ويعمل تشكيل جديد او خطة جديدة انا خطي من اخر ما بدأ يعني هو بدأ بعمر جابر ونهى وختم بنيمار وختم بنيمار انا حسيت ان هو الراجل حس ان هو ممكن ممكن جدا وعندي كمان نقطة ان هو ممكن يلعب باحمد زيزو هو بيلعب بمثلث مسلث معدول قعدته احمد زيزو وامام عشور تحت سيف الجزيرة بس امام عشور عادة بيبقى ديفندر مو ديفندر ما هو عنده روقة والواردي ممكن برضو ممكن كل دي وجهة نظر مقبولة جدا هو الامر كله وبعدين في النهاية في النهاية برضو عشان نبقى ظروف اللعيبة في اليوم ده هي اللي هتخلي المدرب بقى يعني ممكن واحد يجيله كده احنا عارفين ان احنا لا انا بتكلف ايه انه ممكن حاجات دي القلعات دي تتغير ممكن يشوف واحد الصبح يوم المباراة مش هيخرج عن الاسماء اللي حضراتكم بالضبط ما بقول ده هيبقى التغيير في واحد بس في حاجة برضو ايستاذ ايمن هو التشكيل هيتوقف رأي يعني على مدى احساس الكوتش هل هو اه في البداية خايف فهيتحفظ فهيلعب بعناصر معينة في البداية خوفا من اه انطلقات الفريد او انه هو هينزل بتشكيل هو عارف انه هيبدأ مهاجم فيحط الافراد اللي يساعدوه على الطريقة دي طبعا انا متفق معاك في ده لكن هو هو يعني الراجل ده فريرة في الزمالك عمل يعني لعب مع الزمالك فيه شوت اللي خسر فيه خمسة ثلاثة اه كان حاجة تانية خالص الشوت الاولاني مختلف تماما عليك الماتش بتاع خمسة ثلاثة اه اه كان مختلف تماما يعني الشوت الاول بس خمسة ثلاثة كان فريرة كان فريرة اه اه لا 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 كان كارتيرون كارتيرون خمسة ثلاثة كارتيرون مش فريرة لا 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 اللي قبل اه فريرة الماتش الاخير اه اللي هو اتنين اتنين اللي هو الشرط التاني حاجة تانية. اي. الماتش الكاس بقى لعب الشرط الاولاني حاجة. اه. وهو في التاني اللي تراجع يعني عكس بعض. حاب يحافظ على النتيجة او كده او كده. لكن انا انا شايف. لكن انت من وجهة ناسك استحالة يبدأ بالشيكبالة. لا مش هيبدأ بالشيكبالة. استحال. ولو بدأ بالشيكبالة يبقى خطأ خطأ جسيم. اه. لان الشيكبالة ممكن تنزله في وقت انت محتاج يعني ايه بتختم به اه اخر تلت ساعة. لان انا لا 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 يعني اللياقة والسن والكلب ده. وممكن يزبط لك يعني يبقى عامل ضغط على زمالك. في 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 تحجيم هجمات هجمات الاهلي قصدي. ان هو يخليه حد معاه وراء عشان يقلل الضغط عليه. لو لو هو كان اه. بعدين هيضع في الدكة بتاعته. اه. اه طبعا. لازم عنده اوراك ربيحة. لازم عنده دكة قوية. لان هو انت لما تيجي تقارن الفرقتين. اتلاقي الدكة بتاعت الاهلي اقوى. اه. ده حقيقة يعني بالاسماء. دكة البودلاء. دكة البودلاء في الاهلي اقوى. اه. لان انت ما ما تشوف. عنده افشا. عنده. اه. يعني لو. لو افشا ما بدأش. ايبقى عنده برونو سافيو برا. عنده. 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 هناك برضو فيه كانيولا دا. اه. ما سام حسن. اه. ما عندهش هلا اكنولا. وسيق وليمار. اه. وسامسون. اه. ما هو اكنولا سامسون. اكنولا. كلهم كلهم. كلهم كلهم. اه. يعني ما عندهش بدائل كثير في النحل والدلاء. شاف دكة الاهلي. دكة الاهلي اقوى. اقوى. اه. ودي قطح دا. يعني دي وجهة نظر. دي كله وجهة. ما هو وجهة نظر. الحكم هيبى منين؟ الحكم هو مم معرفش يعني هم متكاتبين ليه اله اله. هو حكم خواهن. يعني. هو اكيد اجنابية. من اوربا. لكن هو بييقال بقى الا اما يبقى اه. من اليونان عشان الركن البتاع. عشان كلاتين برج.هو وفي事ده jo lighter. اه. يختار. بلو في حد يعني. هو هو المفروض 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 للامارات مش هي اللي بتختار ركبت. لا. ايوة كلاتين برج اللي اختارت حد القرى اه. تبعا. اه طبعا. اه طبعا. لا هو في الغاء. يعني الحظوظ الاكبر او التر الشهات الأكبر أنه هو أسباني أسباني لكن زي ما قال سيد الرضوان على أساس أنه هو بيشتغل في الدورة اليونانية ممكن يكون طب مش ممكن يبقى بورتغالي ممكن عادي هو أكيد بقى جالك بقى الخبر لا أنا أسأل لا لا أسأل ده مجرد سؤال مش معنى بورتغالية مش عادي هي تمت على هو أكيد هم بعتوا لدولة واثنين وثلاثة لكن هو مثلا هم متكتمين لو عندهم مشكلة عندهم الاختيارات اللي جاله مثلا باعتباره أنه هو رجل يعني عارف الحكام في أوروبا جاني مثلا من أسبانيا سين ومن البرتغال أنا بختار اللي أنا شايف أنه هو أقدر في الحتة دي فهو بيختار لكن طب وليه ليه ما عملوش حكام من الإمارات يعني تقم حكام إماراتي كان ممكن جدا يعني هو ده الدولة دي اللي تعبط بتنظر أعتقد في مرة في حكام وحايا كان في حكام إماراتيين مرة وكان حكام عظيم حكام إماراتيين كويسي وكان حكام عظيم وحكام من المنظر كان حكام قبل كده أهل الزمان يمكن يفاجئونا؟ ممكن لأن حتى هذه اللحظة احنا ما نعرفش وبعدين خصوصا في مشكلة في الحكام اللي هم الأوروبيين فيه عندك مطشط يوم السبت عندك مطشط في أوروبا الدوليات الأوروبية كلها شغال السبت فطبعا دي هتبقى مشكلة أنا هيجيب منين؟ بالزبط بالزبط دي نقطة من المجتمع جدا عايز يجيب طاقم دس هو عشان برضو يعني أنا مش عاوز أقول يعني مع احترامي طبعا وتقديرنا لكل الأشقاء في الإمارات لكن برضو عشان نخرج من حتة أهلو زم الكاوي إنه حكم أهلو زم الكاوي لأنه برضو مهما كان خلي بالك الكرة في الإمارات مرتبطة برضو بمصر أي وفي أهلو زم الكاوي وهنقول الحكم ده أصلي ميوله أهلوية والحكم ده ميوله زم الكاوي فأنا شايف إنه برضو لما بنجيب من أوروبا يعني أنت جايب من خارج القارة بعيدا عن حتة إيه ده أصلي معروف هتلقى من السوشيال ميديا هيتطلعو لك ده أبو أهلاوي آه هيعودوا بحضة من راقب الناس مات هاما ومن راقب السوشيال ميديا مات هاما وبالذات كمان لو حصلت دفوة لحاجة يعني فإحنا خلينا زي ما هم مع الناس شايلينه فوق رأسهم يعني بنشيلهم فوق رأسنا بنجيب لهمش مشاكل أكيد هم مش عايزين طبعا يدخلوا الله أعلم طيب مين اللاعب في الأهلي في الأهلي اللي لو هو في حالته الأهلي هيبقى فايق ولو هو مش في حالته هيبقى فيه يعني أنت قلت قال يو دي يانج بس قال يو دي يانج مش موجود خلاص مين اللاعب اللي في الأهلي مفقا للتشكيل اللي لو فايق الأهلي هيبقى فايق ولو العكس يا بالعكس هم وفيه لو في قوي احمد عبدالقادر يصنع الفارق احمد عبدالقادر وشادي اه برغم ان شادي حسين مالعبش قمة قبل كده اه ده مالعبش قمة اللعب قمة فيه اه يعني خبراته هو لعب قدام الاهل كتير طبعا اللعب قدام الزمالك كتير طبعا فدي برضو خبرات متراكمة عنده يعني انه هو مالعب قدام الزمالك مش هيخاف طب على الوضع ده مش محمد شريف هيبقى اقرب على اساس عنده خبرات في الماتشات دي لا هو بالنسبة لل رأس الحربة هو بيعتمد شادي افوأ واكثر فعالية على المرمى وعنده ثقة اكبر فعبدالقادر بس هو مشكلته ان في الماتشات الاخيرة دي برغم ان هو بيعمل برضو دي شوية لمسات شوية بصات كده كويسة لكن هو مش هو عبدالقادر اللي احنا نعرفه لكن لو عبدالقادر لعب وكان في مستوى برستاو قد يكون احد المفجأات في البداية كبيرة جدا في المباراة دي في البداية والله يلعبه ايه يلعب بوينجي مين ناحية اليمين او اتنين تحت رأس الحرب يعني هو مثلا هو عبدالقادر لو لعب بالتلاتة لو تلاتة هيلعب برضو بمسلس زي من الزمالك كده يلعب برستاو واحمد عبدالقادر تحت شاد حسين او تحت محمد شريف ممكن بالنسبة للزمالك برضو نفس السعال لا لا قبل ما اخش على الزمالك اقول انا شايف انه السورية لو فحلته هو اللي ممكن اه انت شايف ان السورية هو اللي يخلص الفارق اه في الاهل لو هو فاي بالنسبة للزمالك احنا حسبناك على الزمالك نقدر بدون داعي يعني بس هو طبيعي وحسبناك على الاهلي بس هو طبيعي نحنا بنتكلم كده الجمهور عارف كل حاجة اه بالزبط كده لا انا انا شايف انه الزمالك طبعا والله اه طبعا يعني انت لا انا مش القصة دي اه هاي انا مش قصة مين اهلاو اه اهم حاجة ان احنا بنتكلم اه كورة كورة اه احنا بره كورة بقى كهوية فيه هوية معينة مع الناس احنا انت اسعلتنا قبل كده وانت قلت اهلاو طعا امام عشور وزيزو امام عشور وزيزو الاتنين لو فيقين هيعملوا الفارق امام عشور وزيزو اه اتنين مهمين جدا اه طب بمناسبة زيزو هل زيزو انت شايف لانه كتير قوي لعبه فرارة ناحية الشمال هل انت شايف ان هذا المكان هو لا لا انا شايف انه لو هو يدي له الحرية شوية اكتر لا يعني زيزو انا اتمنى ان احنا يعني يلعبه زي اه حر يعني روح يمين روح شمال لانه هيبقى اه اه انتاجه اكتر امام وهو زيزو محطة لانه كمان هو دلوقتي اه بقى هو اللي بيسجل اه يعني انا شايف انه هو يعني او يصنع او بيصنع لكن اه وجوده في مكان الجنب الشمال محجمه شوية امام يعني بيخليه ملتازم اكثر ما بيقدرش بيبقى فيه حرية اه معاونة او دخول بالشكل اللي هو طب نفس الكلام ينطبق على الشيكابالا برضو مايلعبش اه وانا مع الشيكابالا برضو نفس الكلام ينطبق لو الشيكابالا هيلعب او الوقت اللي هينزل فيه يمين يسيبوا اه يتحرك يسيبوا كده يديولو عدلته عدلته عشان اه هي المشكلة بقى لهم الاتنين بيبقوا في الملعب فلازم واحد فيهم يروح يمين والتاني يروح الشمال لازم هما الاتنين مفروض ما يتوجدوش في الملعب يعني ماشي كمالة بديل استراتيجي كما اتفقنا اه وزيزو صعب اطلعهم لأ عمره ما يطلع فبالتالي احيانا بيتبقى مضطر الاتنين بقى يلعب ساعتها زيزو بقى هنا يلعب زيزو ناحية الشمال اهو بيعمل كده اهو احيانا بيبتدي به في الشمال وزي من الستاذ ايمن بيقول انه زيزو في الشمال انتاجه اقل من اليمين لعوة وينج وينج رايت جامل جدا نموزاجي واحنا اقولنا يمكن قبل كده ان حظه مش حلو في المنتخب ان في محمد صلاح لكن بدأ يشركوه برضو في الشمال في المنتخب لكن هي تظل ورقة شكبالة هي ورقة الرعب بتاعتنا ورقة الرعب وهي ورقة الرعب حتى بقى يعني شئنا امقابينا هي ورقة الرعب شكبالة قاعد عندك كده رعب بيمس الرعب شادي حسين في مقابل الجزيري شايف شادي يتفوق على الجزيري في ايه كإمكانيات شادي بيتفوق على الجزيري في طبعا هو المهارات اعلى اعلى من ناحية المهارات مهارات اعلى اه اللي اتنين بيتشبه في حاجة ان هو بيسجله بالراس وبالقدم الاتنين متشبهين في الحتة دي لكن مهارات شادي حسين والاتنين برضو بيتمازوا بالتحركات شادي حسين بيقدر يلعب ممكن يلعب وينج وممكن يلعب رأس حرب شادي حسين طب الجزيري ما يقدرش لأ يعني احنا نشوف الجزيري طول عمره راس حربة مش اتناوش ان هو يعني بيلعب على وينج شادي حسين زي ما قلت ان هو مهاراته يعني يزيد عن جزيري في حطة المهارة مهاراته ان هو بيجيد اللعب في ناحية اليمين او ناحية الشمال تتفق ولا شايف للجزيري لا انا اتفق لا ان هو الجزيري بيضيع كمان يعني شادي حسين الفرص اللي بتجي للجزيري شادي حسين ممكن يسجلها يعني اللمسة الاخيرة بتاعته على الجون افضل من الجزيري لانه الجزيري هو بيتحرك كويس وبيخلق فرص لزميله لكن الفينيش بتاعه انا شايف ان هو محتاج شغلة اكتر اخر حاجة شناوي وعواد لا ده ده يعني ده اللي بتحكم عليه من الهجوم يعني الخط الهجوم اللي عليهم اه 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 ممكن تفضل واقف وما حدش اه لا يعني شايف ان في حد بيزيد لا لا انا شايف الاتنين مستوى واحد ومتكافئين اه والاتنين مكسب لاي فرقة الاتنين شناوي شناوي احسن من في الفترة الاخيرة ديت شايفين ان شناوي اكتر يعني شناوي برغم انه كان في الموسم اللي فات ده كان فيه اهتزاز في المستوى اهتزاز كبير لكن في الاربع ماتشاط الاخرانيين دول شباك نظيفة بقى برغم تقول لي بقى المنافس ومش المنافس لأ شباك نظيفة ديت وشوفنا انه هو تصدف يعني لقراته كان يعني حسنا ان الشناوي رجع لمستوى كان في المقابل كان فيه اهتزاز بسيط عند عواد وعواد عنده مشكلة في الكرات العكسية دايما عنده مشكلة في الحتة دي اوكي ففيه انا بشوف ان الشناوي اكثر سوخة يعني بس هو برضو زي ما الاستاذ ايمان قال برضو عواد ما شاء الله يعني لا عواد حارس كبير جدا يعني حارس كبير لا يقل عن الشناوي يعني بس الشناوي كخبرات وكational انا كان سؤال مغزا منه مثلا ممكن وايديون مثلا في الانفرادات مثلا افضل شوية في الكرات العرضية مثلا بما ان الشناوي مثلا اكثر لا عواد يتميز انا اقول لك ان عواد يتميز عن الشناوي لو في ضربات ترجيح وفي الانفرادات ميل يتميز اكتر انا شايف ان عواد عوّدها أكثر تمام أستاذ آيمن شرفت ونورت أقولك شكرا جزيلا نساء الأنوار علينا نساء الأنوار أستاذ ردوان شرفت ونورت نساء في كل كتب حابيني النهاردة نختصر الحوار على السوبر لأنه ده موضوع الشيء طبعا موضوع الشيء ده موضوع الشيء بالظبط كده حوار أخير ولكن بعد الفاصل